قبل مدة أخبر لأهل أولياء الظروح بأن بناته ربنا إلى البيت يشتغين إليه أنهن وجدنا في المدرسة مدرسة نظامية في دورات البياء كتب اسم الأفضل جلال الله وبصورة شائعة لهذا الحد هذه المدرسة حلقة ثامنة يعني الصف الخامس لدي بعد عشر ووجدوا بعض طالبات كنا نقول أولاد في مجنون كان يكون الحد بنات وصل الأمر إلى البلد إلى البلد فلا في الصف الثامن والتاسع هم كنا بها يتجرأ على الذات الإلهي مقدسك و لما كشفنا أجد بأنهن يضعني المشور على أجسادهم بالشعارات الكفر وهنا لا يفقهنا كثيرا هذا الأمر لكنه انتباع والأمر يتطور شيئا فشيئا وهن لا يفتفين بهذا الصنيع بل يعلنه و يدعين زميلاتهن لتأثر بهن و تكون أعمالهم لأربعة عشر تسنة بلغات أو ثلاثة عشر تسنة بعض الأخوة يقول أذكر بعض الأشياء لبعض المدرسات فالطالب أنتم نحن نعرف المدرسات فالطالب أن نحن 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 نح النار لك تشتعد في بيتي جارك هي في بيتي بل بعض الدكوة ولا خوالك بيرونني بأن بعض هؤلاء المكاثرين ينتبون إلى قسر آباؤها وأمهاتها ظهرهم صلاح واستقامة أو بعضهم يعني يصفون بأنهم من أهل العلم لكن هناك وسائل خفية تصل إلى هؤلاء الأولاد في بيوتهم هذه الهواتف هذه التجهزة الدوحية هذه الصداقات هذه القنوات الفضائية فما يستطيع أن يقول أحد لأنهم ثماما ربما لو عاد إلى بيته اليوم وسأل أولاده سيتشف العلم وإن كان بعضهم لا ينهر بل انتشر تركوا الصلاة تركوا الصلاة وهي الرقم من أجل الإسلام كم من المدرسين والمدرسة تخضرون بهذا لفضاء البالي وعادون البالي غير فإذا بنقوا بهذا المدرسة واليهد الآن فإذا متى سنقوم به أو ماذا تنتظر أو أن أحدنا يتصبر أنهم قد ضمن دخول الجنة فلا يحتاج إلى مزيد من العمل وإذا عن نصيحة أنه باب حبة قمية نشهد همم والعسائم وندخل الميدان بكل ما نستطيع مثل كما يقال حياة وموت إماد وكفر ولزال الأمر في بدايته وبعد ذلك فلا نمنى إلا ونسجد تقريب لاحق بإخوة عند الغرفة في هذه المجالات يقول زرت بلدانة الإسلامية كثيرة يقول أنتم قلعتنا الأخيرة في عمان يقول اعتبركم القلعة الأخيرة يقول لا عرب من الذي يجري في كثير من هذه بلدانة خلاص طاحت يقول أنتم البقية الباقية إن تمثلتم عسى تكتب بهذه المجالة بثباتكم فيمتد هذا الخير إذا لم تخبتوا إذا لم تخبتوا على هذه المجالات نسأل الله